السلام عليكم يا صبايا كيف حالكم؟ إن شاء الله يارب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين كل عام وانتوا بخير خلاص عيد الأطحى على الأبواب ألقيت كلنا منستعد لعيد الأطحى المبارك طبعا مننظف وبنعمل حلويات وشغلات كتير فاليوم هقدم لكم فكرة اللي حلو سهل جدا وما بياخد في الإعداد وقت وكمان مكونات موجودة في كل بيت اليوم هعمل معاكم حلوة التمر بالمكسرات أو التمرية زي ما بيتكم سموها كتير سهلة ومكوناتها كتير كتير مفيدة بالبداية عندي هنا بجلاية على النار راح أحطها وحط فيها 100 جرام من الزبدة وكمان معلاجتين سمسم محمص هنا السمسم يعني ممكن تتحكموا إنكوا تجللوا وتكتروا زي ما أنتوا حابين أنا هنا حطت معلاجتين كبار كتير هلجيت عندي هنا كمان عجوة شايلة أنا منها النواة العجوة هدي أنا عاملها عندي بالبات ممكن تستخدموا أي نوع تمر منزوع النواة أو تجيبوا التمر وتشيلوا النواة منه هلجيت هحط ما يعادل معلاجة صغيرة من الجرفة ممسوحة وهحط كمان معاها هيل كتير كتير بالباج مع حلوة التمر الهيل بيعطي الطعم رائع جدا طبعا هنا أنتوا زي ما أنتوا حابين إذا ما حابين لا الهيل ولا الجرفة ممكن ما تحطوا بس أنا منصحكم إنكوا تضيفوه طعمه كتير لذيذ هحط كمان معلاجتين من اللوز المطحون أو يعني مجروش وأحط كمان معلاجتين من البندج المجروش هنا هحط معاهم كمان معلاجة كبيرة من الكاكاو الجلاكسي يعني أي نوع كاكاو يكون طعمه حلو برضو ممكن تحطوا نسكويك لأنه كمان بلبك طعمه على هذا النوع من الحلو وناكيته كتير حلوة وجوية هحط كمان فزدوك حلبي بس مش رح أكسره بدي إياه يكون صحيح عشان لما أكتع الحبة بالآخر يطلع هيك دوائر كتير حلوة فيها في اللون الأخضر هوريكم كيف هتكون بالآخر هنا هحط الزبدة على النار وعلى نار خفيفة جدا هحمس تقريبا هيك المكسرات وأطلع طعم الكاكاو مع البهارات اللي حطيتها الجرفة والهيل وكمان عشان يخلي المكونات تسخن عشان بدي أضيفها على التمر طبعا التمر في الوقت هذا أنا فاكفكته عن بعضه وإذا عندك عجوة من العجوة اللي بتكون مطحونة خالص برضو بتنفع في الوصفة هادي ما في مشكلة فأي إشي عندكم موجود حطوه بالمناسبة أنا هنا عندي التمر اللي أنا استخدمته أنا بعمله كل سنة فيعني كتير حلو إنكم إنتوا لما في موسم الروتة بيكون تشيلوا يعني تاخدوا كمية وتشيلوا منها النواية وعلى الشمس تنشفوها والطريقة موجودة برضو عندي في القناة كيف إحنا نعمل عجوة من التمر أو من الرطب وهذا الرطب بيستفيد منه أنا طول السنة بالشغلات اللي زي هيك والحلويات اللي زي هيك هنا أنا هضيف طحينة طبعا طعم للطحينة لأنها معمولة من السمسم كتير كتير لذيذة هحط تقريبا ما يعادل مع لكتين كبار وممكن برضو استبدالهم إذا ما حبيت وإنكم تحطوا طحينة طعمها هو كتير لذيذ لأنه فيه سمسم لكن إذا مش حبيت إنكم تحطوها ممكن تحطوا بدالها مع لكتين كبار من النوتيلا هلجيت بعد ما أنا خليت المكونات كلها تسخن هحطها على التمر اللي أنا فكفكته عن بعضه في جات ستانل ستيل أو طبعا أي إشي جزاز يكون ما لازم أبدا يكون إشي بلاستيك لأنه كتير المكونات سخنة وهلجيت بإيدي عادي طبعا هغسل إيدي وأنا أشفها وأستخدمها في المرحلة هادي من دون مقلبس غلافزات ليش؟ لأنه المكونات سخنة والحرارة إذا لابس غلافز في إيدك رح تطلع طعم البلاستيك الموجود في الغلافز وتخرب لك طعم التمر والنكهة تاعته كلها طبعا إنتوا بتعملوها بالبيت لازم تغسروا إيديكم وتكون إيديكم ضاف وإنتوا عارفين طبعا إحنا الأمهات لليل النهار إيدينا بالكلور وبالمواد التنظيف فدايما إيدينا نظيفة وحلوة فما في داعي تكتبولي في التعليقات لشما لبستي غلافز هلجيت يا صبايا شو رح نعملها نعجل المكونات كتير كتير منيح مع بعضها عشان تصير كلها عبارة عن عجينة واحدة هلجيت طبعا ممكن إضافة جوز الهند وممكن كمان إضافة الفول السوداني يعني أي نوع مكسرات موجود عندك مش شرط لابندوك ولا لوز أي إشي موجود عندك ممكن تضفيه يعني تحطي وتشيلي أي إشي أنا عاملاه يعني ضمن المكونات الموجودة عندك بالبيت هلجيت على ورق الزبدة هاخد نص الكمية وأحاول أفردها عشان بدأ أعملها رول وطبعا بمساعدة الورق الزبدة هسير أضغط عليها من برة عشان أسكر المسامات بينهم وبين بعض وتكون عندي عبارة عن رول يعني متماسك وما في فراغات لازم يكون ما في فراغات عشان لما أبدي أجسه بالسكينة بالآخر ما يكون بينه هيك كتير يعني وسع ويكون قطعة كاملة ما تفك معايا في المرحلة هادي أنت ممكن تشكليها بالشكل اللي أنت حبها بس لازم تشتغله فيها وهي سخنة يعني كانت كتير سخنة على إيدي ولكن لازم تتحمله عشان توصله للشكل المطلوب في المرحلة هادي ممكن تستخدمي جوالب السيليكون وتحطيها بجوالب السيليكون وتعملك شكل الجالب اللي أنت حبها يعني في جلوب في ورد في كتير شغلات حلوة في السوق وكمان ممكن تعملي قطعة صغيرة وتعمليها كور وتخليها كل كورة لحال وتغطيها في المكسرات في الآخر وتقدميها برضو بيكون شكلها كتير رائع هعمل الثانية طبعا ما بينفع نحطهم كلهم في ورقة زبدة واحدة لأنها تطلع كتير سميكة ولما تقطعيها بالآخر هتعطيكي شريحة كتير كبيرة فمش حلوة ومش مستحبة في التقديم هل جيت طبعا بعد ما أخلصهم هحطهم بالفريزر عشان ياخدوا برودة عشان لما أجي أقطعهم ما يفكوا معاي بعد ما أخلصهم أطلعهم من الفريزر بقطعهم بالشكل اللي أنتوا شايفينوا هذا وعلى طراف الرول هحط شوية مكسرات ما تضلوا عندي من المكسرات المطحونة وممكن كمان إضافة جوز الهند أو برضو ممكن تحطوا على طرافها ككاو بودرة تغمسوها بالككاو البودرة وممكن برضو تغمسوها كلها بالشوكولاتة البيضة أو الشوكولاتة الدارك زي ما أنتوا حابين هذي حرية شخصية بترجع لكم كتير كتير زاكي هذا الحلو وكتير كتير مفيد وكمان بنعمل مع كاسة جهوة سادة رائع رائع جدا يا صبايا طبعا ما ضفنا هنا إنحنا سكر خالص ممكن أنت تضيفي زي ما حكت لكم نوتيل عشان تعطيها حلاوة أنا هنا اكتفيت بالحلاوة الموجودة بالتمر عشان بدي إياها ضلها قيمتها الغذائية عالية هكتبهم طبعا بجوال بالكاب كيك الصغار وهيخليهم زي هيك مع بعض وعملت هيك برات جهوة كانت أحلة حلاية إذا عجبتكم ياريت توصولي لايك تشتركوا معي بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلي لكم الإشعارات الجديدة شكرا لكم ومع السلامة